عزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي خادم الحرمين الشريفين خير البدء في مستهل أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى آياتٌ من كتاب الله يتلوها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سيقاف كذلك يوحي إليك وين الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم خادم الحرمين الشريفين يتشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإلقاء كلمةٍ في هذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أصحاب السمو الأمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم يا خادم الحرمين الشريفين في هذا اليوم المبارك الذي تتفضلون فيه بإلقاء الخطاب الملكي وافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى هذه المناسبة السنوية التي تتجسد في لحظاتها المعاني العظيمة للحمة الوطن بين الشعب وقيادته فأهلا وسهلا بكم يا خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين تشهد بلادنا العزيزة في عهدكم المبارك إنجازات فريدة باتت شواهدها ظاهرة للعيان بفضل الله أولا ثم بفضل ما تولونه من اهتمام بهذا الشعب الوفي الذي جعلتموه المحور الأساس في التنمية الوطنية التي نلمس أثرها يوما بعد يوم ونبارك للوطن صدور أمركم الكريم بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يحفظه الله رئيسا لمجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين تمثل التنمية الشاملة التي تستهدف كل مناطق المملكة وارجائها عنوانا بارزا في سياستكم الحكيمة يتأكد ذلك من خلال جملة الأوامر والقرارات التي صدرت في هذا الشأن وموصلة لمستهدفات رؤية المملكة 20-30 وقد توالت الخطط والمشروعات التنموية العملاقة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله خادم الحرمين الشريفين لقد كانت كلمتكم رعاكم الله في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى في العام الماضي حينما قلتم رعاكم الله إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر محل تقديرنا هذه الكلمات كانت حافزاً لمزيد من العطاء لكل من يشرف بالعمل تحت قبة المجلس وهي تعبر تعبيراً صادقاً عن المكانة التي يحظى بها مجلس الشورى لدى مقامكم الكريم والثقة التي يتمتع بها في أدائه لاختصاصاته خادم الحرمين الشريفين لقد عقد مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة 53 جلسة كان نتاجها 396 قراراً على النحو التالي 67 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح و210 قرارات تتعلق بالتقارير السنوية و119 قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وبلغ مجموع اجتماعات كافة لجان المجلس خلال السنة الشورية المنتهية مائتين واثنتين وخمسين اجتماعاً تم خلالها لقاء أكثر من مائتين وخمسة وثمانين مسؤولاً حكومية وذلك للاستضاح منهم عن الموضوعات التي تدرس في لجان المجلس ويحرص مجلس الشورى وفق توجهاتكم الكريمة على توثيق التعاون مع مجالس المناطق في المملكة ويتمثل ذلك من خلال الزيارات المتبادلة حيث قام المجلس في سنة الشورية الماضية بأربع زيارات لمجالس المناطق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجيزان والحدود الشمالية خادم الحرمين الشريفين تعد مساهمات مجلس الشورى الوطنية والتي امتد أثرها وتأثيرها إلى الجانب الدبلوماسي تعد عنصراً مهماً في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة وإننا نلمس مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة نلمس في كل مؤثمر ومع كل مشاركة حجم التقدير والاحترام الذي تحظى به المملكة ونتلقى الإشادة من مختلف القيادات السياسية والبرلمانية بالمستوى الذي وصلت إليه بلادنا الحبيبة وبدورها في تحقيق الاستقرار وخدمة قضايا المنطقة والعالم خادم الحرمين الشريفين دعمكم الدائم ورعايتكم الكريمة هي المحفز الأكبر كي نصل إلى أعلى مستوى من الطموحات ونرتقي بأداء المجلس إلى المؤمل والمنتظر وإننا إذ نثمن عالياً هذا الدعم والاهتمام لنعدكم أن نبذل كل جهد لهذا الصرح الشامخ الذي أريد له أن يكون شريكاً مهماً في التنمية التي تقودون دفتها بكل اقتدار مسؤولية وفي الختام اسمحوا لي يا خادم الحرمين الشريفين أن أقدم لكم ولصاحب الصمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باسمي ونيابة عن كافة مسؤول المجلس وأعضائه ومنسوبيه جزيل الشكر على هذه الرعاية الكريمة التي تجسد اهتمامكم بمجلس الشورى والدور الذي يطلع به كما أشكر جميع العضاء ومنسوبي مجلس الشورى على ما يقومون به من جهد متواصل سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وسموه ولي عهدكم الأمين دخلاً لهذه البلاد المباركة وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الإيمان والأمن والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الآن يشرف الجميع بالاستماع إليكم حفظكم الله في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأخوة والأخوات رئيس وعظام الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله أفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى سائلين الله أن يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي خادم الحرمين الشريفين ومع بلوغ الختام ندعو الله تعالى أن يضلكم يا خادم الحرمين الشريفين بسحائب حفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن عزيزي المشاهدين مشاهدي شاشة الإخبارية تابعنا وإياكم افتتاح أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة لجلسة مجلس الشورى والتي أعلن افتتاحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود عبر الاتصال المرئي وأيضا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما أيضا استمعنا لكلمة الافتتاح لخادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة للمجلس الشورى وحديثة عن مجالات التنمية الشاملة التي شملت مناطق المملكة العربية السعودية وهذه النهضة والمنجزات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء كما تبعنا وإياكم هذا الافتتاح لجلسة مجلس الشورى لأعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة افتتاح خادم الحرمين الشريفين وأعلن افتتاح هذه السنة الثالثة للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء مجلس الشورى وكذلك عضو